سبع عنوين مهمة إن شاء الله نقدر نناقشهم مع حضراتكم كلهم وتستمتعوا بيهم لكن الفوز الغالي والصعب النهاردة للأهل على الإسماعيلي يدوب انتهى منه الفريق ودخل على طول في أجواء الاستعداد لمباراة الاتنين مع سيد البلد للتحاد السكندرية باشمونس هشوف تخرج من الحدود للإسماعيلي الاتحاد وهو في أفضل حالاته فطبعا كلها تحديات صعبة ودي الفرقة التقيلة يجب أن تكتز الحواجز دي كلها لكن من ضمن الحواجز والصعوبات النهاردة حتى رامي ربيعة قلب الدفاع بيخرج مصابه والدكتور خالد محمود بيقول إن التشخيص المبدأي له في إصابة في العضلة الخلفية خرج بيها من الشوت التاني في انتظار حالته بكرة وتحديد التشخيص الدقيق لكن كمان فيلر بيحاول يطمئن على العائدين إذا كان عمر السلية راجع من نازلة برد أو ياسر إبراهيم كمان قلب الدفاع لتجهيزهم لمباراة الاتحاد إن شاء الله الرجل بيسأل الدكتور فيلر بيسأل الدكتور عن حمدي ومحمد محمود بحيث يبقى عنده متابعة لكل اللاعبة في توقيتات عودتهم لأن العيادة رجعت فتحت أبوابها تاني بص يا صد إبراهيم ما هنا بعض برضو أفكر فبكتشف أن مؤكد الأهلي بيلاعب كل الفرق بمجهود مختلف كل الفرق بتلعب مع الأهلي بجهد مضاعف والأهلي عشان يقدر تجاوز هذه الفرق أيضا بيبدو الجهد مضاعف مفيش مطش يريح مطش فكل الناس يعني إتا لما تشوف أداء الكابتر رمضان صبحي والله العظيم اللي بتقول إمتى حيتعور مجهود خارق كابتر حسين الشحات كل اللاعبة كل ثلاثة فيام مطش على طول مش بس كل الثلاثة ما كل الفرق بتلعب كل الثلاثة يام مطش بالسد ما عندكش الطرف أنك تهدي اللعب ده جمهورك النهاردة بيحسبك لما تكسب واحد صفر وما يشوفوش حاجة ما يشوفوش أن في المبارات التاكتكية ما تدورش على المتعة تمام بارح كان البارسا وريال مدريد المتعة تغيب في المبارات اللي فيها تاكتك وناس بتقفل وناس عايدة صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة